مع احتمال حدوث تداعيات عالمية كبيرة حذر اقتصاديون من أن اقتصاد تايوان قد يتعرض لأضرار جسيمة إذا استمرت المناورات الصينية في المضيق ووفق بلومبرغ فإن أي اضطرابات في مجال الشحن ونقل البضائع يمكن أن تلحق ضرراً بالاقتصاد التايواني أو تعطل سير سلاسل التوريد التكنولوجي العالمية ورغم التوترات في مضيق تايوان إلا أن سلاسل التوريد في المواني شهدت انفراجة في أزمة مستمرة منذ أكثر من أسبوع ووفق صحيفة فينانشل تايمز انخفض مؤشر ضغط سلاسل التوريد العالمي الذي أنشأه بنك الاحتياط الفيدرالي بنسبة 57% مع توقعات بمزيد من الانخفاض هي الشبكة العالمية التي تربط كل شيء نأكله أو نلبسه أو نتعامل معه في حياتنا اليومية سلسل الإمداد تبدأ من منتج المواد الخام ثم وسائل النقل والمصانع حتى تسليم المنتج النهائي إلى المستهلك لكن إذا تعطلت أي حلقة من تلك السلسلة يعني ذلك تعطلا في السلسلة بأكملها فمثلا تعطل تصدير القمح من روسيا يعني ذلك أزمة خبز في مصر ونقص الرقائق القادمة من تايوان يعني ارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة وهكذا سلسل التوريد العالمية تعاني من مستويات نقص غير مسبوقة بدأت بالجائحة وتفاقمت مع حرب أوكرانيا بدءا من المواد الخام مثل الألمانيوم والنيكل والقمح وصولا إلى السيارات بدأت أزمة سلاسل التوريد مع إغلاقات كوفيد التي تسببت في تخفيض الشركات لعدد كبير من العمالة وتفاقمت مع حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا اشتركوا في القناة